اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة الاخبار ونستهلها بالعنوينة تواصل حملة المراقبة الاقتصادية في مختلف ولاية الجمهورية للتصدي للاحتكار والمثاربة وحجز اطنان من المواد الاستهلاكية المدعمة توقيع عقود إسناد منح مالية لتمويل 17 مشروعا خاصا بولاية مدنين وقابس وقفصة تنفيذا لبرنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادا جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مسعى لاحتواء الأزمة بين الجارتين وتواصل العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية مخلفة مزيدا من الضحايا المدنيين تشهد إذن مختلف ولايات الجمهورية هذه الأيام حملات مراقبة تنفذها مصالح وزارة التجارة مع مصالح وزارة الداخلية للقضاء على الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع للمواد الاستهلاكية والأساسية وقد أدت هذه الحملات إلى الكشف عن أطنان من المواد الأساسية المدعمة مخفية في مخازن عشوائية ضمن أرقام هامة تعكس مدى تنامي حجم الاحتكار بمختلف ولايات الجمهورية تتواصل الحملات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة حيث حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمونستير بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية بجهة جمال نهاية الأسبوع ثمانية أطنان ومائتين وثمانين كيلوغرام من مادة الفرينة المدعمة والرفعة إلى جانب مادتي السميد والسكر وقد أعد ذخ المحجوزات بالمساليك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزين العام للدولة وبولاية الجسر أسفرت عملية مدهمة مخازن عشوائية أمس عن حجز حوالي 13 طن من الأعلى في الحيوانية المدعمة وطن ونصف طن من مادة البطاطا العملية تمت في إطار الخطة المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية والدوانة التونسية بهدف حماية المقدورة الشرائية للمواطن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وغير القانونية بمختلف حلقات الانتاج والخزن والتوزيع وفي ثلاثة أيام مراقبة أفضت الحملات المشتركة التي شهدت المعتمديات الأربعة عشرة لولاية بنزارت إلى رفع 57 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بإخفاء البضاء ورفض تزويت المحلات التجارية بها والإخلال بطراتب الدعم إلى جانب استغلال مخازنة دون أعلام وزارة التجارة بها وغياب الفوترة الحملات مكنت من حجز كميات همة من المواد الغذائية التي تعرف نقصا في مستويات تزويد السوق بها أو التي سيكثر عليها الأقبال خلال الفترة القادمة بمناسبة شهر رمضان وتقدر بحوالي عشرة أطنان من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز والسكر وزيوت النباتية إلى جانب المصبرات خاصة الطن ومعجون الطماطم هذا ووفق المشرفين على هذه الحملات فإن التدخل التي ستتوصل بنسق أرفع خلال الفترة القادمة على أن يتم تعميمها لتشمل جل القطاعات والمسالك التي يمكن أن تكون موضوع مذاربات أو ممارسات احتكارية هي عقود تم توقيعها لإسناد منح مالية لتمويل 17 مشروعا خاصا بولايات مدنين وقابس وقفصة بمقر ديوان تنمية الجنوب بمدنين الذي يأتي في إطار المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادة بمقر ديوان تنمية الجنوب بمدنين تم توقيع عقود إسناد منح مالية لتمويل 17 مشروعا خاصا بولايات مدنين وقابس وقفصة منح تأتي في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادة تمويل تذيجات في إطار برنامج إرادة برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي برنامج يتشرف عليه وزارة التنمية الاقتصاد حاليا والتخطيط الانتفاع تم عن طريق طلب مناظة في إطار طلب مناظرة شاركوا العديد واليوم تتوج العملي ككل بتمويل هذه المشاريع هذه المشاريع التي هي 17 برنامج في الولايات الجنوب ثم إمكانية خاطر قولنا بعض الفواضل باش نزيدوا زوز مشاريع أخرى دونكي وليو 19 كل مشروع إخذاء منحة تقريبا بين المية والمئة والمئةين ألف دينار حسب المشروع اللي قدموا المنحة هذه تتمثل تقريبا 90% من قيمة المشروع إحنا حسب الإنجاز متاع المشاريع مشيقة صرف المنحة دونك مش نصرفوهم من لو 50% نتبعوهم في الإنجاز متاعهم ثم وقت ينجزوا نزيدوا نصرفوا المنح هذه انتفاع أصحاب المشاريع الخاصة بولايات الجنوب قفصة وقبس ومدنين سيساهم في تنفيذ مشاريعهم في مجالات مختلفة وإسنادهم هذه المنحة تدعمهم في تنفيذ مشاريعهم وتطويرها احنا مشروعنا قدمناه على أساس تثمين المنتجات الوحية الفلاحة المنتفعين يوصلوا تقريبا 1200 فلاحة المنحة تقدر بـ 111 ألف دينار فهى تمويل ذاتي وفهى تمويل من طرف الدياس اللي هو يوصل لـ 98 ألف دينار التكلفة المتاع المشروع هي 160 مليون وسبنسيون من إيرادة 144 مليون مدة الإنجاز 16 شهر عدد المنتفعين متاعنا 90 منتفع 55 مرأة و15 دماندور دون بلوا المشروع الهدفة متاعها دعم وتقويت قدرات الوحيين بالمطوية ومن أهمهم أبعث منصة للتسويق الإلكتروني مشروع هو مرافقة المشاريع الصغرة التي تضررت من جائحة كوفيد 19 تمويل بالنسبة لكل مشروع تصل إلى 8 ألف دينار مشاريع مهمة في القطاع الخاص في مجالة مختلفة بولايات الجنوب سيتم مرافقتها ومتابعة تنفيذها مشاريع ستساهم في دفع التنمية بهذه المناطق 18 مندوبية جهوية تشارك في الأيام الوطنية للأثار وخصصيات الجهات بيجابس تحت إشراف وزارة التربية وديوان الخدمات المدرسية هذه الأيام تعد مناسبة للتعرف على الموروث الثقافي والتقليدي والذي يتزامن مع انطلاق العضلة المدرسية لباس تقليدي أكلات ومفروشات وعروض متنوعة عاش على وقعها المركب الرياضي والترفيهي المدرسي بيجابس الذي يحتضن الملتقى الوطنية للآثار وخصوصيات الجهات مناسبة ثنائية للاحتفال أول وافتتاح للمركب الرياضي الترفيهي المدرسي افتتاح بمناسبة الملتقى الوطني اللي هو الأيام الوطنية للأثار وخصوصيات الجهات الهدف من كل الملتقية الثقافية هو تجميع مختلف الجهات بفضاء واحد أول حاجة يصير تواصل بلادهم وتعارف وتحابب إلى خره وعلاقات تتواصل ثاني حاجة هم يتنقلوا من جهه إلى جهه يعرفوا بلادهم أكثر لأن العديد منهم ما يعرفش مناطق في الوطن المتاع هذه فرصة كبيرة برشة وبالنسبة لنا الحرفيات يعني عبارة على كنس خضر برسك عامين مرتاحين يعني من الخدمة دونك إن شاء الله ليجاي خير وإن شاء الله الافتتاح متاع السونطر هذيك وإن شاء الله بدرت خير على قيبس منتجة كلها اللي هي تمثل الجهة اللي هي اختصاص قيبس عنا الاسعف عنا السمار عنا العولة وعنا النسيج الملتقى مثل فرصة للتلاميذة المشاركين لتعرف على خصوصيات الجهات في اللباس التقليدي كما مثل مناسبة لزيارة عديد الأماكن والتعرف على مدينة جابس جابس إذن مطمطة جابس توجان جابس الحامة جابس ميرث جابس بكل هذا الموروث التلميذ محتاج إلى فترة راحة محتاج إلى الترفيه ومحتاج أيضا إلى الثقافة نجل نترجع على الغفار والخصوصيات والحاجات اللي بس التقليدي متاع المهدوية أضاي التقليدي متاعنا والتراث أضاي ونستعملوه ديما معنا مثلا فماش كان البرنوس المهداوي فماش جربي فم برشة برانة صخرين فم برشة أنا وعمل برانس مش نمشي والمطماطة وماشين البرشة بلايس مزيانين وقابس مزيانة من الأهداف التي بعث من أجلها الملتقى شد ناشئة إلى تراث الأجداد والآباء والمحافظة على تاريخنا نظم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين بمعية فرع النقابة بمؤسسة التلفزة التونسية مؤتمرا صحفيا خصصا لتدارس الأوضاع في مؤسسة التلفزة الوطنية وقالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفين التونسيين أميرة محمد إن المؤتمر يأتي في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينفذها صحفي مؤسسة التلفزة الوطنية احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع مما تسميه بانحراف في الخط التحريري في المؤسسة ورفض لكل محاولات توظيف المؤسسة لخدمة أطراف سياسية بعينها وأقصاء الأرى والأصوات المخالفة وحرمان المتلقي من مادة إعلامية تعكس التنوع والتعدد مؤسسة التلفزة التونسية وما يحدث داخلها من انحراف بالخط التحريري بدنا بوقفة رمزية كانت نهار الجمعة حمل الشارع الحمراء داخل المؤسسة وخارج المؤسسة وسيتم أيضا الإضراب في القطاع العام في مؤسسات الأعلام العمومي تم إقرار مبدأ الإضراب العام سيتم تحديد موعده لاحقا وطريقة هذا الإضراب سيكون في بيان مفصل في وقت لاحق ولكن اليوم إذا كان ما يتم التجاوب رانا ماضين في الإضراب في كل مؤسسات الأعلام العمومي وقد نلجأ إلى الإضراب العام في كل القطاع وقد نلجأ إلى ما هو أكثر من الإضراب العام في أخبار العالم أعلن سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند استعداد رئيس الوزراء المعين فتح بشاغة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا للإنخيرات في مفاوضات عاجلة وأفد السفير بأن الغرض من المفاوضات العاجلة بين الطرفين هو التباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يعقدها مسؤولو البلدين اليوم ورغم توسع النزاع إلى غرب أوكرانيا في الأيام الأخيرة ورغم فشل المحادثات الثلاثة السابقة لأن هذه الجولة تبقى بارقة أمل جديدة في التوصل إلى موقف مشترك تستأنف اليوم عبر تقنية الفيديو الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية والتي سترتكز وحسب مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميكايلو بودولياكا على السلام والتواصل لوقف لإطلاق النار وسحب القوات والضمانات الأمنية التي تطلبها كيف وشدد المفاوض على أن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبر جائر المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية موظيفا أن الحوار سيكون صعبا نظرا لاختلاف النظم السياسي ولكنه سيستمر وعلى صعيد آخر ومع تأزم الوضع الميدني جدد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا دعوة دول الغرب إلى التزويت أوكرانيا بلا سلحة وفرض مزيد من عقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في سرع أوسع وقد حثت أوكرانيا حلفاء مرارا على بذل جود أكبر لمساعدته على التصدي للغزو الروسي المستمر منذ 19 يوما وتخشى بعض الحكومات الغربية أن يؤدي ذلك إلى جر دول أخرى بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسية إلى حرب عالمية ثالثة في المقابلة كدر رئيس المجلس الأوروبي شارل الميشيل اليوم استعدد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها وتغيير ميزن القوى مضيفا أن العقوبات الأولى تم أعدادها بأقل قدر من الضرر لأوروبا إلا أنها فاجأت موسكو وتزامنا مع انطلاق المحادثات الثنائية تبدي عديد دول استعدادها للاعب دورها والخوض في أكبر محور من جدول الأعمال الدولية لينهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ففي زيارته إلى موسكو في وقت اعتبره صعب للغاية بالنسبة للعالم بأسره أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وفي لقائه بنظيره الروسي سرقلا فراف بأن قطر تنوي بذل قصر جهدها للبحث عن حلول دبلوماسية وإيجاد تسوية سلمية في القريب العاجل ميدانيا قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تحاول تثبيت أقدامها في المناطق التي احتلتها مع الاستعداد لهجمة جديدة بعد أسبوعين ونصف من غزو جارتها أوكرانيا تدخل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها ثالث لتخلف المزيد من القتلى والجرحى بينهم مدنيون آخر ما سجل من ذحايا كان صباح اليوم في العاصمة كييف حين استهدف القصف الروسي المبانية السكنية يصفر سقوط قذيفة على إحدى المباني عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين وفق وزارة الداخلية الأوكرانية كما أظهرت صور لوزارة الدفاع الروسية ما تقول الوزارة إنها تتعلق بتدمير مستودع ذخيرة أوكراني باستخدام طائرة هجومية تقارير لمنظمة الصحة العالمية أشرت اليوم إلى أن 31 هجم نفذ منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فيفري الماضي إلى حدود 11 من مارس الجاري وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى من بينهم عمال في قطاع الرعاية الصحية الوضع في أوكرانيا يبدو مرشحا لمزيد من التدهور ميدنيا وعلى مستوى الرعاية الصحية خاصة في ذل نقص الإمدادات الطبية بسبب العمليات العسكرية المتواصلة وتزايد عدد الجرحى في المستشفيات وبعد نداءات وجهتها سلطات الأوكرانية لدعم مخزونها من مستلزمات معالجة الإصابات بدأت إمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية تصل اليوم إلى كييف وأمام توسع رقعة العمليات العسكرية الروسية وغياب مؤشرات عن توقفها على المدى القريب تتواصل عملية إجلاء المدنيين لتعلن نائبة رئيس وزراء أوكرانيا في بيان أن بلادها تمكنت أمس من إجلاء ما يزيد عن خمسة ألاف وخمسمائة وخمسين شخصا من مدن خط المواجهة عبر تسعة ممرات إنسانية من بينهم حوالي أربعة ألاف تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في كييف لوحدها استمرار العمليات العسكرية الروسية وما خلفتها من دمار حول العاصمة والمدن المتاخمة لها حولها جميعها إلى مدن أشباح في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو لا ترى سببا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا لأن روسيا تسيطر على الوضع قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اليوم إن طهران ستبقى في محادثات فيانا النووية حتى تلبية مطالبها والتواصل إلى اتفاق جيد يتعلق باستفاء المطالب القانونية والمنطقية للبلاد على حد وصفه يأتي هذا في وقت تواجه فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 احتمال الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتا لفترة غير محددة على الرغم من استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير نتحول الآن إلى العراق وندعوكم مشاهدين لاكتشاف قلعة عقرة المتمركز شمال البلاد على قمة جبل شاهق تتضمن عددا من الغرف التي بنيت وفق أشكال هندسية استثنائية جعلتها من المناطق السياحية التي تستقطب أعداد هام من السياح خاصة في فصل الصيف قلعة عقرة العراقية لأهميتها وجمال موقعها ذكرها الحموي في معجم البلدان لما قال عنها إنها قلعة حصينة في جبال الموصل وذكرها ابن الأثير في موضع كثيرة وصفها بكثرة المياه ووفرة الخيرات هذه القلعة التي تعد من العصر العثماني في العراق يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر وقد شيدها العثمانيون بين تسعة وخمسين وثمانمائة وألف وستين وثمانمائة وألف استخدمت كقاعدة للجنود العثمانيين في القرن التاسع عشر أما اليوم في هذه القلعة التاريخية في حاجة إلى الترميم وإعادة إحيائها من جديد يقول عنها هيوى شمال لمجير قسم الترف وثقافة في عقرة إن عملية ترميمها مهمة وفقا لبعض المؤرخين لأن مؤسسات الحكومة المحلية في حي عقرة كانت موجودة بجانب هذا المبنى هذا المكان بني منذ زمن طويل وتم استخدامه كسجن في أوائل القرن العشرين وقد تم ترميمه من أربع إلى خمس مرات في السابق كان عليهم ترميم هذا المكان باستمرار بسبب هطول الأمطار وعوامل التقص الأخرى التي كان لها تأثير كبير عليها هذه القلعة الموجودة في عقرة منذ أكثر من 150 عاما شهدت جميع الأحداث التاريخية الرئيسية في المدينة وهي أقدم القرى على مر الزمن تغطيها الجبال من ثلاثة جوانب لتشكل بذلك طرازا معماريا فريدا من نوعه أما الزائر لهذه المدينة للوهلة الأولى يخيل له أنها بنيت من طبقات فوق بعضها إلا أنها تقع على منحدر جبلي به واد يتميز بوجود أشجار الفاكهة الخضرة لذلك سميت بعروس كردستان في أخبار الرياضة حافظت التونسية أنس جابر على المركز العاشر في التصنيف الأسبوعي الجديد لمحترفات التنس الصادر اليوم وذلك الأسبوع الخامسي على التوالي وعكس النسخة الماضية حيث بلغت المربع الذهبي ودعت أنس جابر مبكرا النسخة الحالية بطولة أنديان ويلز الأمريكية ذات الألف نقطة كأحدى مفاجآت الدورة بعدما انقادت في الدور الثاني إلى هزيمة مفاجئة يوم السبت أمام الأستراليا داريا جافرلوفا سافل المصنفة تاسعة بعد الأربعمائة عالميا في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة انتظمت ببلدية السعيدة بولاد سيديبوزيد تظاهرة رياضية ثقافية عكست مدى أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات الأطفال والشباب خاصة في منطقة تفتقر إلى فضاءات الترفيه وتثقيف تحت شعار بالرياضة نلتقي وبالأخلاق نرتقي انتظمت تظاهرة تنشطية بمدينة السعيدة بمجموعة من الفقرات الرياضية والتنشطية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية ظاهرة تنشطية رياضية من تنظيم مندوبية جهوية للشباب والرياضة بسيديبوزيد بشاركة مع بلدية السعيدة نشاط رياضي بالأساس شمل عدة أنشطة ورشات منها سباق نصف الماراتون دورة في كرة القدم كما قاعدين تشوفوا بين الجمعيات والأكاديميات متع مدينة رقاب النشاط الرياضي داخل وخارج مؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية شارك في التظاهرة اليوم 200 تلميذ ضم 17 مدرسة ابتدائية وزوز مدارس إعدادية تزامنت التظاهرة مع العطلة المدرسية لتمنح للأطفال والشباب فرصة للترفيه والاستفادة ولمزيد التعريف بالاستشارة الوطنية الإلكترونية سدايا للتعفيز للتسجيل الاستشارة الوطنية حتى نحسن مشاركة الولاية وحتى نعطيه للناس فرصة أن نتعبر على آراءها حملنا اليوم كذلك الاستشارة الوطنية الإلكترونية وكانت ناجحة تقريبا سجلنا عدد كبير أول مرة الروكور عملناه اليوم في معتمدية السعيدة كان معنا عدد كبير تقريبا تجاوز 300 تسجيل مزجت التظاهرة بين أنشطة الرياضية وثقافية وتنشيط لفائدة أطفال وسكان المنطقة التي تفتقر إلى فضاءات الترفيه في بادرة هي الأولى من نوعها في بلدية السعيدة المحدثة هم تلاميذ من ولاية باجا ردوا أن يدافعوا عن مبادئ أساسية وقضايتهم تونس وتهم الوطن العربي من خلال الفن وبوعي فكري وبحس فني شاركوا ضمن فعاليات الدورة الأولى من ملتقى الفنون والأداب التي ينظمها المعهد الثانوي أبو القسم الشابي مع بداية عطلة الربيع المدرسية نظم المعهد الثانوي أبو القسم الشابي بمجازي الباب بالاشتراك مع دار الشباب علي البلهوان الدورة الأولى لملتقى الفنون والأداب لتلاميذ مجازي الباب بمشاركة حوالي مئة تلميذ من عدد من المؤسسات التربوية بالجهة المرأة تونسية هي مرأة حرة وهي مرأة مكيفة وحرة معناها هي نصف المجتمع شو اسمه العرض القدم توتو؟ فلسطين الجريحة حابنا نوصلوا إلى فلسطين ما هيش وحدها ندفعوا معاها وان شاء الله ما خلوا هيش من وحدها حابنا لي رسامة ان شاء الله حابنا أثر معاها نحسن من دروح في الرسم بين العروض المسرحية والغنائية وورشات ومعارض الرسم والإلقاء والشعر تنوعت العروض التي مثلت فرصة لإبراز مواهب التلاميذ في الفنون المختلفة والتعريف بها لجمهور غفير واكبى هذه العروض وشجع مختلف المشاركين تنشيط الحياة الثقافية في بداية العطلة ثم فسح مجال للتلميذ للتعارف لللقاء وربما الهدف الأهم هو تثمين الإبداع التلمذي ندر الشباب هي محظمة للشباب التلمذي أو الشباب العاطلين على العمل وصارت العادة ونعمل عديد التظاهرات والمشاريع التنشيطية في هذا الإطار خاصة في دعم المواهب التلمذية ملتقى الفنون والأداب لتلميذ مجاز الباب بولاية باجة في دورته الأولى بادرة من المنتظر أن تصبح موعدا سنويا يساعد على تنشيط الجهة ثقافيا ويعيد للأنشيطة الثقافية بالوسط المدرسي مكانتها الحقيقية هكذا نصل مشاهدين إلى ختام النشرة ونذكركم بأبرز عنوينها تواصل حملة المراقبة الاقتصادية في مختلف ولاية الجمهورية للتصدي للإحتكار والمضاربة وحجز أطنان من المواد الاستهلاكية المدعمة توقيع عقود إسناد منح مالية لتمويل 17 مشروعا خاصا بولايات مدنين وقابس وقفصة تنفيذا لبرنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادة جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مسعى لاحتواء الأزمة بين الجارتين وتواصل العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية مخلفة مزيدا من الضحايا المدنيين في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر